شاومي مي إليفن لايت 5 جي إني برو ماكس مش عادة أوضعت اللي ناقص في اسم الموبايل اسم طويل أوي بص هو بعيدة عن وضع المايك الغريب دوت لأن أنا يعني زي ما نشايف كده بغير حاجات في الستوديو شوية فجايب التلفزيون دوت هنا والمونيتور ديت كده هنا المشكلة بقى أن التغييرات ديت عملت لي مشكلة في الصوت فبقى فيه ساوند إيكو صدا صوت كده في القوضة ما خليني مش عادة فعال لي صوتي أوي فحل الموضوع ديت إن إحنا إيه نقرب بقى المايك ونهار نتكلم واحدة واحدة كده زي فيديوهات الاسم آر اللي هو بقى عرب بقى إيه أفتح بقى أعمل أنبوكسنج وأنا بتكلم بالراحة في المايك عارف أنت الحاجات ديت كده بص هو بعين على الهزار دوت وضعها نتأقلم عليه التلاتة أربع فيديوهات قدام لحد ما أخلص الحاجات اللي أنا بعملها هعلق شوات حاجات خفة صوت الصوت بس خلينا في موضوعنا النهاردة بس اللي هو الموبايل الجديد دوت اللي مش جديد قوي أصلا هو نسخة من موبايل قديم كان نازل قبل كده شاومي 11 Lite اللي كنا جربناه قبل كده دلوقتي بقى شاومي 11 Lite 5G NE جايب شوية تغييرات هقولك على التغييرات ديت هو فيه حرفيا مميزات مش موجودة في أي موبايل تاني في السعر ده غير في الموبايل ده بس بعد ما أقولك على شوية المميزات ديت هقوم رزعك في الآخر حتة تعيب ممكن يخليك ما تشتريش الموبايل أصلا أول ميزة هي التغيير اللي عملوه مقارنة بالنسخة اللي فاتت إني إيه اللي في الآخر ديت ترمز للنيو إديشن إحنا ما كانش نزلينا أصلا الإديشن العادي بتاع الفايف جي إحنا كان نزلينا النسخة الفور جي فهو بالنسبة لنا نيو جدا يعني فهما التغييرات اللي ضفوها عمل لك كاميرا أمامية بتاعت سيلفي أحسن شوية ضف لك كاميرا تيلي فوتو على فكرة مكانك كاميرا الماكرو بس أهم وأكبر تغيير والميزة اللي مش موجودة في أي موبايل تاني في نفس السعر ده هو المعالج سناب دراجون سبعمية تمانية وسبعين إنك تاخد معالج بالقوة ديت وبالسرعة ديت تحت سعر ست تلاف جنيه دي ضربة جمدة معظم الشركات بتستعمل نفس المعالج في موبايلات بسبعة تلاف وتمان تلاف وتسعة تلاف جنيه حتى فدوت معالج فعلا مش بتاع الفئة ديت حرفيا انت لو بتكلم في مصر هنا عندك المعالجات الفلاكشيب المعالجات العالية قوي وبعدها الفئة المتوسطة السناب دراجون سبعمية تمانية سبعين اللي موجود هنا هو ما بين الفئة المتوسطة وما بين الفلاكشيب اللي بنسميها فئة فوق متوسطة بتدي لك معالج جبار جدا وفي نفس الوقت محافظة على السعر منطقي حبتين الموبايل فعلا نازل بمعالج قوي جدا على هذه الفئة فديت أول ميزة مش موجودة عند أي منافس تاني في نفس السعر تاني ميزة وهي نفس اللي كانت موجودة معانا من المرة اللي فاتت قبل قيدها وهي الشاشة التن بيت خليني بقى اشرح لك كده مع بعض ايه هو التن بيت وليه دوت حاجة مميزة جدا في الشاشة مش بنشوفها غير في الموبايلات الفلاكشيب بس والمرة دي هي موجودة في موبايل في الفيلم متوسطة لسه كنت مذاكر مادة المالتي ميديا فيعني هرزع لك شوية معلومات قدي قيدة الموبايل اللي في ايدك دلوقتي واللي انت بتتفرغ عليه دوت ما يقدرش يطلع غير ثلاثة الوان بس الRGB Red Green Blue ومن الاخر انت مش محتاج اكتر من الثلاثة الوان دول لان هما الالوان الاساسية اللي بتشكل لك باقي الالوان التانية فلو انت عايز لون موف مثلا ارزع احمر وعليه ازرق بدراجات مختلفة من الاحمر والازرق دوب بيقدر يجيب لك الدراجات مختلفة من اللون اللي انت عايزه ايد بديت معناها ان الRGB كل واحدة فيهم عندها 256 درجة لما تضرب 256 في 256 في 256 يطلع لك حوالي 16 مليون لون ودية الشاشة اللي في ايدك دلوقتي غالبا بتتفرج منها الشاومي 11 Lite 5G NE والمي 11 Lite اللي كان نزل لنا قبل كده جاي بعشر درجات من كل لون مش تمانية عندك دلوقتي اتنين باور عشرة درجة من كل لون يعني حوالي 1000 درجة تقريبا ولما تضرب 1000 في 1000 في 1000 يطلع لك مليار لون يعني الموبايل دوت بيقدر يطلع مليار درجة من الالوان مش مجرد 16 مليون لون بس حاجة زي كده هتفرق معك جدا لو انت حد بروفيشنل قوي لو انت حد بياخد باله من كل التفاصيل عارف لما تيجي تتفرج على فيلم ضلمة كده زي جيم оф ترونز مثلا او اي مشهد مضلم قوي وقاعد عمال ترفع في الاضاءة وبرضو مش شايف اي حاجة ال11 light 5G NE بيحللك بقى المشكلة داية لان انت بتبقى شايف كل التفاصيل اللي في الضلمة عندك درجات كتيرة من الاسود والرماضي تقدر تشوفها بشكل اوضح واحسن فتبقى شايف المشهد كويس مش متدايق منه داية حاجة خليني صريح معاك معظم الناس مش بتاخد بالها منها معظم الفيديوهات اللي انت بتتفرج عليها على اليوتيوب هي اصلا 8 bit مش 10 bit فالشخص اللي عارف الميزة داية وعارف قد ايه هي بتبقى موجودة في شاشات غالية للناس اللي بتعمل منتاج عارف هي قد ايه مهمة بالنسباله انما لو انت بتدور على موبايل بمجرد شاشة لطيفة وخلاص فممكن ما تاخدش بالك من حاجة زي كده اصلا الموبايل فعلا بيقدم شاشة عظيمة جدا هي شاشة اموليد بتدي اضاءة محترمة جدا تحت الشمس وبتدعم بقى الدولبي فيجن وبتدعم الHDR 10 Plus بس هي شاشة معليهاش غبار بس موضوع 10 bit دا وكمان بقى اضافة زيادة مش موجودة عند باقي المنافسين فديت حاجة بتميزها هي شاشة 90 هيرز بس على فكرة فبالنسبة لحيطة السلاسة بتاعتها في شاشات تانية 120 في نفس السعر بس بصراحة 90 من 120 انا مش شايف ان هي حاجة برضو فرق اقوي او 30 هيرز دول مش بيعملوا فرق السماء من الارض فهنا هي فعلا واحدة من احسن الشاشات اللي انت ممكن تجربها في السعر ده ثالث ميزة وممكن تبان صغيرة جدا بس انت مش متخيل ناس كتيرة جدا بيعجبها قد ايه الموبايل دا وبسببها وهي التصميم بتاعه الموبايل شيك بغباء انا كنت عملت مراجعة قبل كده للون اللازرق من ال 111 light ودلوقتي اللون اللي سود اللي معايا هنا من ال 5G NE اللونين شيك جدا واللونين حلوين جدا علشان تصميم الموبايل نفسه كلاسيكي بشكل ممتاز ما عندكش زحمة كتيرة في الظهر البصمة موجودة عندك في الظهر الباور نفسه ضهر معمول من ازاز بالكامل في وقت معظم المنافسين بيستعملوا بلاستيك اصلا الفريم او الجوانب هي المعمولة برضو من بلاستيك مش معمولة من معدن علشان يوفره في السعر شوية بس بعيدة عن الخامات كمان وانها خامات محترمة هي الفكرة ان هو تصميم مينيما القوي مفهوش زحمة كتير وزنه اقل بكتير من اي موبايل تاني ممكن تمسكه مع الحجم الرفاع ده كمان فالتصميم بتاع الموبايل كله على بعضه كده يخليني اقول عليه واحدة من اهم المميزات الموجودة فيه التلات حاجات دول يمكن يعتبروا اهم تلات مميزات موجودين في الفايف جي ان اي ومش موجودين عند المنافسين بتوعه يعني هو فيه حاجات تانية حلوة الموبايل ده والكاميراته لطيفة جدا واتكلمت عنها بالتفصيل في مراجعة المي 11 لايت العادي هنا طبعا تحسنت في الزوم علشان بقى عندك كاميرا تلي فوتو بس كاميرا نفسها ما تغيرتش بالتالي التجربة تقريبا هي هي تجربة ممتازة جدا وحلوة جدا على فكرة فانت لو عايز تعرف تفاصيل اخطر عن الموبايل ده وتتفرغ على مراجعة المي 11 لايت هتلاقي ان كل حاجة تقريبا زي ما هي بالظبط ولكن العيب اللي موجود هنا المراضي هو مش عيب في الموبايل ده وتنفسه الحاجة اللي ممكن تخليك ما تشتريهوش هي مش مشكلة في المي 11 لايت 5 جي ان اي بعيدة عن مشكلة الاسم برضو المشكلة هنا ان انت عندك موبايل اقوى وافضل ويعتبر حرفيا بينافس موبايلات فلاكشوب في حاجات كتيرة جدا وهو الشاومي مي 11 تي اغلى نسخة على فكرة من الشاومي 11 لايت 5 جي ان اي هي تقريبا نفس سعر اقل نسخة من الشاومي مي 11 تي فبصراحة لو انت تحطيت في اوبشن انك تختار ما بين الاتنين لا انت تزود الفلوس شوية وهاتلك الشاومي 11 تي موبايل يعتبر رائد اكتر فهو حرفيا مش عيب في الموبايل داوة الموبايل داوة يمكن يكون واحد من اكتر الموبايلات المتكاملة تحت سعر 6000 جنيه بس لو انت مش عايز اداء قوي في السعر دا لا دا انت عايز اقوى واحسن اداء تحت سعر 10 الاف جنيه روح اشتري الشاومي 11 تي لو انت مش عايز شحن سريع انت عايز اصرع شحن ممكن تاخده روح هاتي 11 تي نفس التفاصيل دا في حاجات تانية كتيرة بقى فدوة اللي بيخليني اقول لو انت عايز موبايل متكامل لو انت عايز موبايل محترم خليك في 11 لايت 5 جي ان اي لو انت شخص كل حياته عايش على الموبايل وتقدر تزود الالف جنيه داوة او الالف ونص بدون مشاكل انا شخصيا لو مكانك هزود الفلوس دا وتجيب الموبايل الاقوى فانت حدد لنفسك شوف ايه اللي فارق معاك اكتر هل الفلوس دا تستاهل انت تدفعها بالنسبالك ولا لأ ال11 لايت 5 جي ان اي في السعر بتاعه تحت 6000 جنيه هو بالتأكيد في ترشحاتي وبالتأكيد واحد من احسن الابشنز اللي موجودة قدامك دا وكناه انا في شامي 11 لايت 5 جي ان اي لو انت عجبك الفيديو داك ما تنساش تدوسها عزر اللايك علشان تدعمني وطبعا ما تنساش تدوسها عزر سبسكرايب علشان تتفرغ على اي فيديو هنزله بعد كده وبالتأكيد كان معيكم احمد كمال استنيني في الفيديو جاي